السلام عليكم يا شباب كل سلام طيبين طبعا يعني كل اسبوع الرجل ده هينطلنا هينطل لك المهم النهاردة هنبدأ في نوع تاني من المسائل اللي هو نبدأ نشوف الطرق بتاع حل الدواير احنا قلنا ان انا عندي دلوقتي الشغل بتاعي هيتم عن طريق ايه ان انا عندي طيار فولت مقاومة باور دول يعتبروا اهم اربع حاجات هنقعد نلف ونظر عليهم طول ايه طول الترب لكن عشان احسب الحاجات دي فانا عندي مجموعة من الطرق طبعا بيجي لك في الامتحان مسألة واطلب منك الحل بطريقة معينة يعني ما تحلش بايه بمزاجك فكل اللي انت هتعمله ان انت هتبدأ تطبق الطريقة اللي احنا هنقول عليه طبعا زي ما بفكرك ان لازم ايه تمشي ايدك كل اللي احنا هنعمله بقا النهاردة اني هنشتغل على اول طريقة اللي بنسميها الكي في ال او الكيرشوف الولتج لو الكي سي ال اللي هي الكيرشوف كارنتلو يبقى انا دلوقتي الكيرشوف لو دي اكنها حاجتين كده الحاجة الاولانية اللي بنسميها الكي في ال اللي هي كيرشوف فولتج لو يعني دي بتدل على الفولتج والحاجة التانية اللي هي الكي سي ال ودي اللي بتدل على الكارنت وهنشوف ايه ارتباطاتهم و ايه معناهم وهيعملوا معانا ايه ايه اللى هنعمله تعال انخش على طول على دايرة اه انject تاهس بايش الموضوع لاه يا باشى الموضوع لا تقول ولا حاجة والكلام ما بناعل لحنا للمرة اللى فات انا عندي بيت مقفول يا باشى فاكر البطارية اللى ايه اللى اينين !. tell me مفتوح هو قفله بقيت الدايرة بتاعتي بالمنظر اللي قدامي اللي احنا عايزينه اللي احنا عارفينه من المرة اللي فاتت اني بفكرك بيها هو ان انا لو عندي مقاومة ودخل فيها طيار بالمنظر ده فالطيار يدم على دخلته للمقاومة موجب وهو خارجي يديها سالك وي الفولت بتاعها يساوي كام لو انا قلت ان المقاومة دي بتساوي ار يبقى والطيار ده اسمه اي يبقى معنا كده يا بشا ان الفولت ده بيساوي كام بيساوي اي فقر ده قانون ايه قانون عمك ام المعافل اتفقنا كل اللي احنا هنعمله دلوقتي بيمر لي طيار بالمنظر ده انا يا بشا عايز اعمل ايه انا عندي طيار بيعد هنا يبقى الفولت اللي على المقاومة دي هيساوي ايه الاي ده في الارضي وهتبص تلاقي ايه دي الاشارة طيب الطيار داخل على المقاومة بالصورة دي يبقى معنا كده وهو داخل هيديها موجبه هو وهو خارج يديها السال الطيار داخل على المقاومة بالصورة دي يبقى معنا كده الكلام ده ما اختلفش عن المرة اللي فات الراجل جيبه ايه ايه انا شغال على قانونين واحد اسمه كيسي ال والتاني اسمه كيفي ال الكيفي ال ده اللي هو ايه مجموع الفولتات للوب مغلقة يساوصف مجموع الفولتات للوب مغلقة يساوصف يبقى انا لازم يكون في الكيفي ال عندي بيت مقفول زي ده عشان ابدأ اطبقها الكيسي ايه الكيسي ايه اللي شغالة عن نود يعني ايه نود عن نقطة اللي طالع منها فروة اتفقنا فمجموع الطيارات اللي هي على النود بتساوصف او بطريقة تانية مجموع الطيارات الداخل تساو الخارج اتفقنا كده فاحنا زي ما بنقول دلوقتي اني مجموع الطيارات الداخل على النود تساو الخارجة ما تيجي يا عم بقى نشوف ننزل الملعب ونشوف احنا رايحين فين الملعب بتاقي عيبتدي بدايرتين ايه ده يا دقي ترايح فينا دكتور كده دايرة وفي الاخر جاي تقول لي هاتلي قيمة الفولت في وان وقيمة الفولت في تو فين في وان وفين الفي تو ادل في وان يا عم وادل في تو ركز معايا بقى يا باشا عشان الدنيا هتحلو لا دا انت مكتفتش بكده بقى لا دا انت اديتني ايه اديتني مسألة ايه وجاي مديني مسألة تانية وانا حلت الاولين عشان احلت تانية يا عم انا مدني والله انا عارف واخليك تحاول التصارات تصبر بس اللي احنا هنعمله دلوقتي اني تعالى نمسككم مسألة مسألة والمسألة الاولينية محتاج مني اجيب قيمة الفي وان اجيب قيمة الفي تو المسألة التانية انا محتاج اجيب منها الفي اوت اللي هو الفولت او الفي نوت اللي هو موجود على الستة اوم والطيار اللي موجود في اللوب تعالى نتكلم يا باشا قل لي احنا هنعمله بقى دلوقتي ان انا عايز احل المسألة دي في نهاية بتقول لك ايه لا الالم لاحمر مش عاجبني يا بشا والله أنا جاي عشان أرضيك هتديك ألم أغدر ينفع الألم ده ولا تاخد أزرق خلينا أزرق الأزرق حلو برضو ينفع معالم كل اللي أنا أعمله بقى دلوقتي عشان نبقى حلوين ومحترمين أنا دلوقتي أنا مديك اتجاه الطيار اتفاقنا يا دكتور بداني مديك اتجاه الطيار ومديك الإشارات اللي أنت هتشتغل عليها طبعا أنا بقولك أنا مش هتديك الكلام ده طيب أطبق الكيفي اللي إزاي إنت عشان تجيب الفلطات دي يبقى لو قدرتك جيب للطيار اللي مر هنا هترب الطيار في المكان طب ما تجيب الطيار يا عام إيه المشكلة؟ هجأ أقولك هو ده بيت لوب ولا نقطة ويتفرع منها شغل لا يا دكتور ده بيت مقفول بدانه بيت مقفول يبقى جا طلع أو أطبق الكيفي الل أطبق الكيفي اللي إزاي يا دكتور تعالى يا بش أنا قلت لك وإنت ماشي بنمشي إزاي بنجي نقول يا حبيب قلبي دلوقتي الإشارة الأولانية أكتبها أصبر علي أنا دلوقتي هكتب الإشارة الأولانية وهتجمع لي الفلطات يبقى هنيجي نقول أول إشارة قبلتني وأنا ماشي إزاي سالب يبقى هجأ أكتب سالب سالب كم يا بشا سالب 20 الرقم اللي مكتوب حل بعد كده مين الإشارة اللي جاتني أول ما دخلت أنا أمشي معها قرب الساعة بقى يا بش هتقول لي قبلتني إشارة موجب بدانها قبلتني إشارة موجب أكتب إيه زائد V1 حلو يا بش هخش بعد كده لقي مين اللي قابلني أول ما بخش على الإلمنت اللي بعديه سالب يبقى جا أكتب سالب V2 هل في حاجة تانية ولا أنا رجعت للإلمنت الأولانية تانية ملاقيش واحد بقى عادي يلف بقى الساقية يخلص دايب تاني تاني هو شغال بقى لا يا بش أنا كده بعد أني رجعت الأول إلمنت تاني يبقى هقول بيساو صف ده كده أنا كده طبقت الكيفيل اللي هو إيه بجمع الفلطات على لوب مغلق دكتور نعم هتيجي تقول لي دي دلوقت أنت كتبت لي معادلة المعادلة دي مجهولة في إيه مجهولة في متغيرين ال V1 وال V2 طب ما أنا وأعرفش يا دكتور ولا ال V1 ولا ال V2 وبدان معادلة مجهولة في مجهولين يبقى معنا كده إن أنا لازم يبقى عندي معادلة تانية على الأقل طب يا بش ما تصبر علي هو أنت دلوقت تعال نشوف ال V1 بيساوي إيه هتقول لي ال V1 لو أنا جاي أجيبه أكتبه كمعادلة هتقول لي يا دكتور ال V1 كده بيساوي بالصلاة عن النبي كده يساوي الطيار في المقاومة دي وهي في نفس الاتجاه يعني إنت لو بصتها هتلاقي الطيار اللي معدي هنا معدي إزاي هتلاقي إن الطيار اللي معدي ده الطيار اللي معدي ده إيه اللي جارة الطيار اللي معدي ده هتبص تلاقي بقى دلوقتي إن الطيار ال V1 ده إيه زروفه ال V1 ده هتيجي تقول لي تعال ناخد الحتة دي الوحدة هتيجي تقول لي هيا دكتور هتيجي تقول لي دلوقتي دي 2 أوم وإيه اللي جاري الطيار ده هو بيلف دخل إزاي الطيار ده هو دخل بيلف مش كده حلو يبقى هيديها موجب ويديها إيه سالب وهو أصلا أنا مديك إشاراتها إيه مديه لك موجب سالب بدان اللي أنا مديه لك اتفق مع اللي أنت قلته يبقى الفي وان هتسوي لي مين هتسويه للطيار في المقاومة وشكرا بالموجب اللي هي أنا مقاومة يعني كني دي هتسوي اتنين قال اتفقنا يا باش بعد كده تعال نشوف المقاومة التانية المقاومة التانية وقفة كده يا باش ونزل الطيار عليها بالمنظر ده حلو الإشارات اللي أنا مفروض تبقى عندي الطيار إيه هو دخل يديها موجب ويسا دكتور بس اللي أنت من دهولي هنا سالب وهنا موجب آه ده أنا لقيت السالب قصادها موجب والموجب قصادها سالب لا يبقى كده يا باشا أقول إن الفيتو بيساوي كام بيساوي سالب الطيار في المقاومة أنهي في المقاومة اللي اسمها التلاتة أوم إيه اللي أنا أعمله بقى دلوقتي هناخد يا باشا الحتة دي هليني بقى أغير لك الألم عشان إيه مزبطك أهو يبقى خلينا أغير لك الألم ماشي إلا هيجرى أهو يبقى خلينا أغير الألم ده كل اللي أنا أعمله بقى دلوقتي يا دكتور إن أنا هجأ أقول أعود بدي ودي في المعادلة دي يبقى عود بدي ودي في المعادلة دي يعني معادلتي بقى شكلها يبقى عامل إزاي هتقول السالب عشرين تنزل ما هي يا دكتور تمام زائد الفي وان الفي وان عبارة عن إيه هتقول زائد الاثنين آي اكتفقنا بعد كده هنشيل الفي تو ونحط مكانها إيه يبقى ننزل إشارة السالب طب الفي تو سالب ثلاثة آي يبقى تروح إيه لي سالب ثلاثة آي يبقى هي أصلا قدامها سالب وجاية لي إيه فيها سالب كده يبقى أنا ممكن أجمع أجا أقول إيه أجا أقول اتنين آي سالب وسالب يبقى موجة بيبقى معنا كده اتنين آي وثلاثة آي يبقى خمسة آي يبقى معنا كده دي أكتنها سالب عشرين زائد كام زائد خمسة آي بتساوي صف كده أنا وصلت لإيه وصلت إن أنا دلوقتي ممكن أقول إن الخمسة آي بتساوي لي عشرين اتفقنا يبقى معنا كده إن الآي بتساوي كام سهولة ويسر يا باشا لو أنت بتعرف تشتغل ودمغك ايه متعمرة وتولفها صح هتبص تلاقيك طلعت إن ده بيساوي كام أربعة أمبير طب هل أنت عايز الطيار بس لا يا دكتور أنت قدت بتقول لي قاتل الفي وان يا باشا هتاخد الأربعة أمبير وتطلع تعود بعينه هتبقى الفي وان بتساوي لك كام هتقول لي أنت قدت بتقول لي بتساوي اتنين آي يبقى الفي وان هتساوي كام يا باشا يبقى اتنين في الأربعة يبقى هتديني تمانية فول حلو طب الفيتو يا دكتور الفيتو بتساوي سالب ثلاثة آي حلو بدان سالب ثلاثة آي سالب ثلاثة فاربعة يبقى سالب اتناشر فول يبقى كده أنا حلت أول مسألة والله يا لزيزة ورزريفة زيك كده إيه اللي نعمله بقى دلوقتي نروح عن مسألة التانية المسألة التانية لازم فيها فكرة حلوة بقى واعلى بقى من دي شمر ايديك بقى وايه وينزل معاي يا ده يا دوقي اشمر بس ايه المهم تعال معاي انت عايز تعمل ايه عايز اجيب الفي نوت وعايز اجيب كمية الطيار انا قدرت ده انا بصت لقيت فيها دي بندنت سورس يا باشا صلى عنا بكل اللي احنا هنعمله دلوقتي اني احنا هتطبق مين واحد قال لي انا هتطبق يا دكتور كيفيقل وماليش دعوه باي حد كيفيقل يعني ايه اجمع الفلطات في لوب مغلاقة والاشارة الاولانية بتاعت الالم انت حطها اول ما تيجي تمان تعال نبتدي مع قارب الساعة ونبتدي بالايه بالحلو ده دكتور وانا ما اقدرش ابدأ براحتك طب تعال بقى يا باشا انا بصت لقيت ان في مقاومة معالهاش اشارات حطها احطها ازاي الطيار ده وبيلف كده هيدخل المقاومة اني سكة هتقول لي خش كده بندانو داخل كده بقى هيعمل ايه يديني هنا موجب ويديني هنا سالب يبقى تعال نعمل بقى القانون بتاعي طب الطيار اللي بيعدي في المقاومة ده اسمه اسمه ايه اسمه ايه طب تعال اول اشارة قابلتني ايه هي تقول لي سالب يبقى هجا اكتب هنا ادي سالب اتناشر حل بعد كده هجلاء اني دلوقتي اول اشارة هتقابلني هنا ايه يا مين موجب والموجب ده هيساوي اكتب له موجب اربعة واسكت لا يا باشا انا هكتب له موجب الاربعة مضروبة في الطيار عشان المقاومة الفولت اللي عليها ايه مقاومة في ايه مقاومة في طيار بعد كده ابصة لان انا عندي فولت السورس بس ده من نوع الديبندنت ديبندنت يعني ايه يعني عشان اعرف كمته لازم اكون عارف الفي نود فالفي نود احطوطة فين احطوطة على ايه لم انتهي طب تعال نكتب بس وبعد كده نتصرم هلاقي ان انا هنزل الاشارة الاولانية اللي هي الزائد بعد كده هكتب له زائد ايه اتنين في نود وده فولت السورس يبقى ينزل زي ما هو كده نخش بعد كده لقي من الاشارة اللي قابلتني بعد كده اللي هو السالب سالب كم يا باشا سالب اربعة ادي سالب اربعة جنبه حاجة ولا واحد هلاقي واحد كتب له اربعة فقه يصبطه ليه عشان ده فولت السورس الحاجة الوحيدة اللي بتبقى طيار في حاجة هي المقاومة تمام تمام اجي بعد كده لقي مين هلاقي يا باشا ان انا عندي هنا الاشارة اللي هتقابلني اشارة سالب والفولت اللي على المقاومة ده اللي هو مين اللي هو سالب الفي نود بعد كده هلاقي نفس رجعت للسورس تانية بقى معنا كده اقول بيساوي ايه بيساوي صفك ودي المعادلة بتاعت الاولانية اتفقنا ابص على المعادلة وحاول اختزيلها عشان شكلها كده وحش هبص لقي عشان اختزيلها هلاقي ان انا عندي نقص اتناشر ونقص اربعة ده الرقم ايه يجمعوا على بعض يدوني نقص اتاشر يا عمي بعد كده هتعمل ايه هتيجي تقول لي يا دكتور الآي مفيش حاجة زيها يبقى هنزلها اربعة آي ما تزعلش مني بعد كده هلاقي مين هلاقي معايا ان عندي حاجة في الفي نود وحاجة في الفي نود انت عندك هنا ايه زائد اتنين في نود نقص في نود يبقى دي هتبقى زائد في نود يبقى معنى كده ان ده هيساوي لي ايه هيساوي صف دكتور نعم انا بصيت لقيت ان انت دلوقتي المعادلة بتاعتي مجهولة في ايه مجهولة في الاي والفي طب مش ممكن اودية واحدة تانية بدللة التانية واحيل اقول لك انا ممكن اعملها ازاي مش انت عندك المقاومة اللي هي الستة اوم دي معادي فيها الطيار انت الاشارة اللي انا حططها لك ايه انت حطط لي مجاب سالب كده طب والطيار داخل عليها ازاي الطيار داخل عليها كده بدان الطيار داخل عليها كده دكتور فانت اتفقت معايا ان ده مجاب سالب الله دكتور انا شايف دلوقتي ان الاشارة السالب اللي انت خدت مدها لي وصدق شرموجب بتاعة ايه اللي جات من اتجاه الطيار وهو داخل يبقى معنى كده الفي نودة اعمله ايه اكتبه سالب ليه سالب بدان الاشارتين دول ما طلعوش زيبا نروح مدين اشارة سالب هنا ويبقى عندي الشغل بتاعها عبارة عن ايه هتجي تقول لي بقى داعها عبارة عن 6 اي واعمل ايه بقى دلوقتي اشيل دلوقتي الفي نود وعوض بيها في المعادلة بتاعتي طب لما عوض بيها في المعادلة بتاعتي اكتبها ازاي هجي تقول لي بقى سالب 16 زائد 4 اي اتفقنا ناقص 6 اي يبقى معنى كده ده هيساوي لي مين هيساوي كده هيساوي ايه هيساوي الصف طب المعادلة دي لما اكتبها تاني يبقوا كلهم في جهول واحد اهو يبقى سالب 16 زائد 2 اي ناقص 6 اي يبقى يديني ايه هيديني سالب ها سالب ك سالب 2 اي اتفقنا طب بدنك عملت كده يبقى ياللي مطلوب هتقول لي بيساوي صفرة دكتور اللي هتعمله بعد كده يبقى اللي 2 اي بتساوي لي سالب 16 ومنها الاي هيساوي كام ومنها الاي هيساوي سالب 16 على اللي 2 يساوي 8 امبير وكده انا طلعت ايه سالب 8 امبير يبقى اللي هو ايه طلعت الطيار هجيب بقى الفينود ازاي هيقول لك خده على طول وعوض به هنا يبقى هتيجي تقول لي يبقى الفينود يا دكتور بتساوي كام بتساوي السالب 6 في السالب 8 اللي هو واحد هيجي اضربه على القالة مش محتاجة اللي هي سالب 48 ايه وبكده احنا حلنا المسألتين تعالى نشوف حلهم بقى المختصر ان انا قادي المعادلتين اللي انا كتبتهم وفي الاخر طلع لك ايه ان الطيار بساوي 4 امبير وايه والفولتات زي ما احنا ايه زي ما احنا اشتغلنا عليهم طبعا بالنسبة لده هتلاقي ان الطيار بتاعك سالب 8 وهتلاقي ان الفولت بـ 48 وبكده دول المسألتين اللي احنا حملناهم تعالى نشوف مسألة تانية الله 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 دكتور ايه دا ايه دا علي تراح فيه لا يعني ما تتڭيقش كل العملية سهلة كل العملية اننا عايزك تكتب لي بس اللي 4 معادلات بتوع من انت عندك كم بت او كم لوب عندي ادي لوب ادي لوب ادي لوب ادي لوب انا عايز crec لا 4 معادلات بتوع اللوب حاضر يا عم سهلة اه يعني كده اه سهلة تعالى نكتبهم مع بعض كل اللي انا اعملها اهي ماشي اهي الدايرة بتاعتي انا كتبت اوم لك انا همسك بقى اللوب الحلوى دي اللوب الحلوى دي اول ما هبدأ ابدأ منين هبدأ من الالمنت ده هتجي تقول لأول واحد يا دكتور سالب في وان اهو والله يا حبيب قلبي ما تزعلش مني انت اللي قلتها مش انا بعد كده دخلنا لقينا مين الالمنت الالمنت اللي هو الاتنين قوم وبدأنا بموجب اهو موجب وفي تو اهو والله يا حلوى اللعبة دي اخش بعد كده لقيت مين لقيت اربعة اوم اللي اربعة اوم اول اشارة قابلتني اللي هي موجب في اربع ادي موجب في اربع والله زي الفل الكلام زي الفل اهو بعد كده الالمنت اللي بعد دي سالب في بي اهو سالب في بي اللوب ما خلصتش اللي بتخلص لما اوصل لده تاني هبصى لقيني ماشي ماشي لقيت ايه قابلت سالب في تلات سالب في تلات والله هلقى حلوى اللعبة دي اللي معرفش اللعبة دي تعالا نشوف المصاري اللي اسمه بي والي يكن هنبدأ من اول الالمنت انت ده اول اشارة قابلتني سالب في ايه ايه سالب في ايه بعد كده وانا ماشي قابلتي مين انا باخد بالي انا ماشي فين انا في اللوب دي فوق انا كنت ماشي كده تحت في اللوب دي انا ماشي كده فاول اشارة قابلتني مين هي الموجب يبقى موجب ب3 بعد كده مين اللي قابلني الاشارة اللي بعد كده موجب ب5 وهكذا يا باشا بالمنظر بتاعك ممكن تجيب المعادلات دي انا مش طالب منك ايه متغيرات انا طالب منك بس ان انت ايه ازاي تعرف تطبق الكيفي إيل وتحل او تكتب المعادلات لكن طبعا لو المسألة زي المسألة الفاتفة انت مطالب ان انت توصل بيها ايه للاخر تعال نشوف مسألة تانية دي المعادلات طبعا اللي احنا ايه كنا كتبينها من شوية دكتور يعقل اه ابو بيتين ده هنطبق كي سي إيل وكيفي إيل احنا قلنا ان انا في الكيفي إيل بنعمل ايه الكيفي إيل لازم يكون عندي بيت مغلة طب في الكي سي إيل في الكي سي إيل لا يا باش في الكي سي إيل انا بشتغل عن نقطة عن نقطة ايه عن نقطة دي يعني دي اللي هي بنسميها دي كده اللي بنسميها نود يبقى النقطة دي اللي بنسميها نود واشوف الطائرات الدخلة اللي عليها والطائرات اللي خارجة منها واجيب محصلتها ويبقى ديها تطبيق الكي سي إيل طب ما تيجي يا باش هنكتب المعادلات والراجل عايز مني في المسألة دي ايه الراجل عايز مني ان انا جيب له قيمة الاينوت فين الاينوت يا بات اهي الاينوت يا عم اتفقنا عشان نجيب الاينوت تعال ناخد المسألة دي لوحدها في صفحة الوحدة اتفقنا جاءت المسألة في صفحة الوحدة تعال عشان ما تزعلش من القلم لاخدر تعال نجيب لك قلم تاني ايه يكون بيعجبك ويتشتغل به يا الله يا عم انا مش اخسر فيك حال طيب هنعمل ايه هتقول لي يا دكتور انا اللي انا عارفه منك دلوقتي ومعرفتش غيره هو الحج اللي اسمها الكفيل طب الكفيل اه نخد انهي بيت ينفع وانهي بيت ما ينفعش هجا اقول لك البيت اللي احنا واقفين فيه ده ينفع ليه عشان ده فولت مقاومة هيمر فيها طيار ممكن اجيب عليها الفولت مقاومة هيمر فيها طيار اقدر اجيب منها ايه الفولت لكن لو واحد جاء اللي ماهو ده برضو بيت هجا اقول لك بس البيت ده انا مش عارف الكارنت سورس ده فولت اللي عليه ايه فمش هقدر اخد البيت ده واحد يجيقول لي طب ماهو ده بيت برضو ماهو البيت ده برضو مقدرش اجيب الفولت اللي على الكارنت سورس مش عارفه برضو يبقى معنا كده التطبيق بتاع الكيفيل اللي اسهل حاجة وانهي انا ممكن اجيبه دلوقتي اvie اللوب انهيه اللوب دي طب واحد احти يقول لي تمام اطبق الكيفيل اللي معاك يا دكتور philosophical بس واحدة واحدة علي عندي الكيفيل لما هاجه طبقه بنعمل ايه ناخد الاشارة الاولانية الاول يبقى كده عندي سالب 120 تفاهم بعد كده الطيار داخل على المقاومة دي كده وخرج منها كده والطيار اسمه اينود يبقى واحدة يقول لي يبقى الفولت بتاع عبر عن اي زائد ده الاشارة الاولانية العشرة في مين العشرة في الاينود يا دكتور اتفاهم واحد بقى هيجي حلو زريف خفيف يقول لي دكتور طب انا دلوقتي تخيل كده ان انا عندي ايه عندي ترعة كبيرة حلو وجايلي الترعة دي بتجمع منين من ترعتين صغيرين انت راجل بقى يعني ايه بتاع مدني فإيه اللي هيجرى الترعة دي جايلي هنا وجايبالي شوية مية ودي جايبالي شوية مية طب يبقى المية اللي هتبقى ماشية هنا قد ايه وحدا يقول لي مهم مجموع الايه مجموع الميتين يا دكتور مية دي الكسل يا بيه طب انت الكلام ده بتقولولي ليه هاجه وتقولك يا بشا هو الطيار ده وماشى يالف اللف 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 حاد مايوصل هنا يا دكتور حильно والطيار ده هيمشي يمشي يمشى يمشي حاد مايوصل للنقطة دي طب هما هيقفوا ويجوا إيهrichtуди هنا ويقفوا هنا ولا هيتجمعوا ويضرابوا في حتة لا هيتجمعوا ويجوا في حتة الكثير من الايه هي واليكون المقاومة دي ولا يكون هنسميها الطيار قاني فهمت يعني دلوقتي انا ممكن امسل ده لان ده الستة امبير والطيار اللي تحت ده اللي هو الطيار اللي اسمه اينود يبقى انا سمع واحد زريف خفيف بيقول لي يبقى معنا كده يا دكتور يبقى الطيار اللي اسمه الاي بيساوي مين مجموعة طيارات الدخلة تساوي الخارج اللي هي هتقول لي يبقى ستة زائد الاينود والله يا حبيب قلبي اللي انت عملته ده دلوقتي هي دي الكيسي اللي هي الكيرشوف كارنت ايه لو يبقى انا كل العملية دلوقتي تعالى نرجع بقى للمحروسة دي عشان ما خلصنا هاك ادي كده يبقى الطيار داخل من فوق لتحت يديها موجب ايه سالب يبقى دي هتبقى زائد زائد كام زائد خمسين في الاي اتفقنا بتساوي ايه بتساوي صفرة عشان انا لو بصيتها هلاقي ان انا رجعت تاني للايه للصورس بتاعك دكتور المعادلة دي مجولة في متغيرين ممكن نخليها في متغير واحد اقول لك ايه باش ازاي ان انا عندي قيمة الاي الاي لسه بالكي سي ال انت كتبتها بتساوي كامل اي الاي بتساوي ستة زائد الاي نوت خدها بقى وعوض بها فين خدها وعوض بها هنا يبقى معنى كده ان من المعادلة اتنين عوض في المعادلة واحد يبقى هيبقى عندي المعادلة ايه يبقى المية سالب مية وعشرين زائد العشرة اي نوت زائد تخلي بالك خليك خطوة خطوة عشان مسألة مضاش زائد خمسين في الاي اروح فتح قصوه ومنزل ايه ستة زائد الاي نوت حلو تمام انا معاك الكلام ده كله بيسوي ايه بيسوي صف تعال اوزعهم يا دكتور يبقى السالب مية وعشرين زائد العشرة اي نوت زائد خمسين في ستة تلتمية خلينا اكتبها كده زائد خمسين اي نوت بيسوي صف اللي هيجرى اللي انا شايف ان ده مع ده ممكن يتجمعوا وده كده بيديني تلتمية مع المية وعشرين يبقى معنا كده ان المعادلة دي ممكن اكتبها ازاي ممكن اقولك تلتمية مع المية وعشرين بالسالب بيبقى دي تديني مية وثمانين بالموجة حلو وعشرة مع خمسين يديني ستين حلو يبقى معنا كده ان ده ايه زائد ستين اي نوت يساوصف يبقى الاي نوت بتاعتك بتساوي ايه هتقول لي يبقى سالب مية وثمانين على الستين يروح مسويلي كام هيروح مسويلي سالب تلاتة فكده ده يديني ايه سالب ايه سالب تلاتة امبير تبقى انا شباب تفقنا يا عمي تعال نكمل هو كان عايز الاي نوت وانا اديتك الاي نوت تعال نشوف بقى المسألة دي شبهها بس بدل ما كانت اليمين شمال والشمال ييمين هنعمل ايه تعال المراد الراجل عايز قيمة الفي نوت الفي نوت اللي هو الفولت اللي ايه الفولت اللي على المقاوم طب تعال نشوف بقى نحل المسألة باشا يلا يا عمي كل اللي انا هعمله برضه دكتور ان انا هشوف اني اللي تنفع لوب هتجي تقول لي دي تنفع لوب اقول لك يا باشا انا ما اعرفش الفولت اللي على الكارنت سورس يبقى دي ما تنفعش لوب طب دي تنفع لوب يا دكتور اه تنفع لوب زي الفول اه طب دي تنفع لوب اقول لك برضه المشكلة ان ده انا ما اعرفش الفولت اللي عليه طب تطبق بقى كبه اللي كده هتجي تقول لي ادي الكبه اللي يا باشا كبه اللي هيساوي كما يا باشا احسنك طيار اي وان سيساوي وان سميه طيار اي وان طيار اي وان داخل على المقاومة الطيار هو يلف هنا طيار ده هو ماشي وصل لحد هنا طب والطيار ده هو ماشي وصل لحد ايه وصل لحد هنا الطيار ده لما وش اكنه كان كده يبقى معنا كده اننا هفترض ان الطيار اللي هنا كان كده عشان يبقى الطيار الداخل عن نوت يسور خارج منه يبقى الطيار ده سميناه I1 اللي فوق الطيار ده اللي هو العشرين ميلي امبير والطيار ده اللي هيكون هنسميه IX اتفقنا كل اللي انا هعمله بقت الوقت ده على طبق الكفيل هتيجي تقول لي يبقى زائد 2 كيلو يبقى 2.10 وس 3 ونركز عشان في ناس بتنسى ان دي كيلو انا هم اديك كيلو يا باشا يبقى معنا كده تضرب في 10.3 في مين في I1 بعد كده ايه الاشارة اللي هتقابلني ادي الاشارة الاولانية اللي قابلتني الاشارة اللي بعدية اللي هي ايه السالب يبقى دي سالب 5 في I لا ادفولت السورس الواحدة دكتور فما يعملش في حاجة بعد كده بقى اشمعنا دكتور ما جيتش تقول لي I في 5 كيلو وجيت تقول لي ان ده طيار جديد عشان الطيار ده جايلك واخد حتة من ايه موجود ما بين ايه ما بين بيتين لكن المقاومة دي كانت لوحدها ما فيش بيوت حواليها هي لوحدها كده لكن دي دي خلت من الطيار ده ومن الطيار انا يقوم من الطيار ده فاصبح ان انا عندي ان الفولت اللي على المقاومة دي هيساوي كام هيساوي الاشارة اللي قابلتني اللي هو ايه سالب V نود بيساوي صفر حاجة يلاقي مشكلة ايه المشكلة ان الفي نود دي انا مش عارفها فانا اروح اكتب لها المعادلة بتاعتها طب هي الفي نود بكام يا دكتور هتيجي تقول لي بقى الفي نود اصلا بتساوي كام تساوي الطيار في المقاومة بتاعتها اللي هو الخامسة في العشرة والس ثلاثة في الاي اكس اتفقنا طب ما انا دلوقتي بقى المعادلة بتاعتي مجهولة في الاي اكس ومجهولة في الاي وان طب اعمل ايه لا يا باش طب ما انا عارف بقى من الكي سي ايل ان انا عارف من الكي سي ايل عارفت ايه عارفت مجموعة الطيارات الدخل تساوي الخارج هبصة لان انا عندي 20 ميلي امبير ده داخل عن نود 20 ميلي امبير يعني 20 فعشر قسالب 3 سامع واحد كويس بيقولي الحتة دي حل بيساوي مين بيساوي للاي اكس اللي هو الخارج من النود فانا طيب تعال انا بقى دلوقتي نكمل ان انا عندي دلوقتي ده ايه ده الاي اكس الاي اكس ده يزروفه ادي الطيار ده طب والطيار الخارج اللي هو الاي وان يبقى ده زائد الاي وان اللي انا اعمله لاما شيل الاي وان وحطها بدلات الاي اكس او الاي اكس بدلات الاي وان لا خلينا ايه خلينا نشيل الاي اكس يبقى دلوقتي هيبقى عندي الـ i x هتساوي العشرين فعشر أو السلب 3 ناقص الـ i1 وبكده ان انا ممكن اخش بقى اعوض في المعادلة دي اللي هي هتبقى عبارة عن ايه يبقى كني دلوقتي هاخد دي كده ودي كنها ايه العشرين فعشر أو السلب 3 ناقص الـ i1 مضروبة فين بقى يا باشا مضروبة في الخمسين والكلام ده كل طب ما تيجي تكتب لي بقى المعادلة بتاعة الكيفي الـ تاني هجا اقول لك يبقى معادلة الكيفي الـ عبارة عن ايه عبارة عن الـ 2 في العشر أو السلبات i1 اتفقنا ناقص الخمس اتفقنين ناقص الفي اوت اللي هي عبارة عن ايه خمسين في عشر وستلاتة في عشرين وعشر وستلب تلاتة يبقى اللي هي ايه اللي هي تساوي مية عشر وستلب تلاتة وعشر وستلاتة يبقى دي ايه يبقى كده اكن دي سالب ادي مية بشرين في ايه في خمسة ونضرب ده تاني خمسة في عشر وستلاتة في ناقص واحد يبقى دي ناقص يبقى دي كده اكنها ايه اكنها انا دلوقتي الاشارة خليها برا يبقى خمسة في عشر وستلاتة مضروعة في مين مضروعة في الايوان بكده بقت المعادلة بتاعتي كلها مجولة في الايوان بس عايزة تزبط بس شوي يبقى اتنين فعاشر وستلاتة ايوان ناقص الخمسة ناقص نوزع الاشارة بقى نوزع الاشارة دي يبقى ناقص المية ناقص خمسة فعاشر وستلاتة ايوان بتساوي صفر اللي انا هشوفه عندي هنا ده ايوان وده ايوان يبقى ده وده هيدديك كام بقى يا باشا ده وده هيدديك كام هيدديك ادي سالب خمسة وده اتنين يبقى يبقى سالب ثلاثة ايوان في عشر قص ثلاثة في الايوان تمام وعندي هنا سالب خمسة وسالب مية يبقى ده كده يبقى سالب مية وخمس كلام ده هيساوي صفر ودي بقى واحد فيه من ناحية التانية يبقى معنا كده يبقى ياللي جاري هيبقى اللي جاري عندي ان الايوان هتساوي سالب سالب كام سالب مية وخمسة على ثلاثة فعشرة قص ثلاثة وده كده قيمة ايه قيمة الطيار بالانبيه طب انا عايز مين انا عايز الفي اوت طب ما قول الفي اوت عشان اجيبه لازم اجيب الاي اكس هتاخد يا باشا الايوان تعوض بها في المعادلة الحلوة الزريفة بتاعتك تقدر بعد كده تجيب الاي اكس جبت الاي اكس تروح رايح معه الجايب من الفي اوت تفاقنا يا شباب تفاقنا يا دكتور طيب انا عندي بقى دلوقتي معادلة بالمنظر الحلو ده او دايرة بالمنظر ده تعالنا اتفرج عليها الرجل عايز من مين عايز من قيمة الطيار اي اي قيمة الطيار اي بي وقيمة الفي اوت عناية تعالنا اخدها في الصفحة الوحدة الدايرة دي لو انت عارفت تتحلها انت جده بقيت راجل معلم تعالى بقير لك بقى ايه لون الالم مع المسألة الجديدة تعالى باش عايز انا تعالى ناخد الفلوقي ده شوفوا يعمل معنى ايه كل العملية ان انا دكتور ممكن دلوقتي اعمل ايه ممكن اخد دي معادلة لوب تنفع اه تنفع لوب ليه عشان فولت السورس ومقاومة ايه دكتور هي دي تنفع برضو اقولك والله تنفع ممكن واحد يقول لي ودي برضو تنفع ليه عشان كلها مقاومات وفولت السورس اقولك والله انت راجل جاء لكن انا مش محتاج الفرح ده كله انا عايز ايه تعالى نكتب المعادلة بتاعت الطيار اللي هنا حلو اللي هو بتاعت الطيار ده ويه المعادلة بتاعت الطيار اللي مرر هده حلو تعالى كده لو انا قلت الطيار اللي مرر هنا ده اسمه اي 1 في ايه اللي هيجرى الطيار اللي معده هنا في المقاومة ده اسمه اي 1 يبقى هيديني مجابة هنا وهو خارجي ديها ثاني الطيار ده الـ I1 الـ IA ده اللي هو فين اللي على العشرين بس طب ما هو خلي بالك ما هو يبقى معنى كده ان الـ IA ده عبارة عن ايه الـ IA ده عبارة عن ان أنا عندي طيار الـ I2 ده ماشي كده وطيار الـ I1 ده كان دخل كده والـ IA دخل كده يبقى معنى كده ان انت هتقول لي من الكي سي إلا دكتور انا قدرت عرف ان الـ IA بتساوي مجموعة طيارات الدخل أتسور خارجة طب الطيار اللي كان دخل عن النوت ده اللي هو اسمه مين? اللي هو l-I-1 والطيار اللي خارج من النوت ده اسمه I-2 يبقى معنا كده l-I-A ده عبارة عن إيه? عبارة عن l-I-A بيساوي الطيار l-I-1 وينشيل منه الطيار الاسمه إيه? I-2 حيل اتفقنا لما تيجي بقى نعمل معدة الكيفي إيل يلا معدة الكيفي إيل اللي بتقول ليه في اللوب اللي انت بتتكلم عليها معادة الكبلي اللي بتساوي اول اشارة عندي اللي هي ايه سالب خمسي بعد كده جالي مين الطيار اللي بعد في دي اسمه I1 يبقى معنا كده يبقى زائد اربعة في I1 بعد كده مين اللي داخل معاي هتيجي تقولي ده عبارة عن ايه عبارة الطيار بدلا داخل من فوق لتحت يبقى اديها موجب وهيد هنا ايه سالب يبقى معنا كده ده يبقى زائد زائد كعشرين في الاي اي سمع واحد حبيبي بقى بيقول لي ايه كده دكتور متشكرين يبقى دي بتساوي صف عشان نخلص مسألتي ان انا دلوقتي الاي اي هجيب المعادلة دي اعوض بها هنا عشان تبقى بدلالة الاي وان والاي تو يبقى تجي تقول لي يبقى السالب خمسين زائد اربعة اي وان زائد العشرين في الاي اي اللي هي عبارة عن الاي وان ناقص الاي تو ايه الكلام ده اللي هيساوي صفر كل العوالية ان انا شلت ايه شلت الاي اي وحطت اللي بيقابله يبقى معنا كده ده هيساوي كال يبقى السالب خمسين زائد اربعة اي وان زائد عشرين اي وان ناقص ناقص عشرين اي تو بيساوي بيساوي صفر يبقى انا معنى كده ان انا ممكن اجمع مين ممكن اجمع الاي وان دي على بعضيها ويبقى المعادلة بتاعتي عبارة عن ايه سالب خمسين زائد اي وان اي وان ناقص عشرين اي تو بتساوي صفر ودين كده المعادلة ايه رقم واحد سيادتك طب ما تيجي نجيب لوب تاني عيني هجيب اللوب التاني دي اللي هو عبارة عن مين هيجي يقول لي بقى دلوقتي اللوب اللي انت عايزها ممكن ناخد اللوب دي خد اللوب دي يا عم مو قلت ايزا اللوب دي اللي هي ايه هتلاقي اولك ناقص عشرين اي اي يبقى سالب عشرين اي اي بعد كده ما انا ماشي كده فاني ماشي كده فاببص ايه لكن وانا كنت هنا كنت ماشي كده فاول اشارة عبليتني هنا لكن وانا بلف كده في اللوب دي اول اشارة عبليتني هنا ايه السالب عشان ما حدش يتلغب يبقى سالب عشرين في الاي اي مين تاني اللي في سكتي ها مين تاني في سكتي هبص لقيني ايه يبقى معنا كده ده يبقى زائد في حاجة تانية هتقول لي لا بيساوي صف من المعادلة دي انا عارف ان في اوت ده عبارة عن مين في اوت بيساوي في ايه في التمانين يبقى دلوقتي ده بيساوي التمانين في اي اتنين تعال نعوض عنها يبقى المعادلة دي هتبقى سالب عشرين والاي ايه دي نعوض بمكانها اللي هي عبارة عن الاي وان ناقص الاي تو اتفقنا بعد كده زائد الفي اوت زائد الفي اوت اللي هي ايه اللي هي زائد اللي هي تمانين اي تو في حاجة تانية هتقول لي لا كده بيساوي صف عوض يبقى سالب عشرين اي وان زائد عشرين اي تو زائد ونكمل يبقى سالب عشرين اي وان زائد العشرين اي تو عشان سالب في سالب بموجب زائد كام زائد تمانين اي تو هي ساوي صف المعدة دي اللي هي تديني مين سالب سالب عشرين وتمانين يبقى اول حاج انت عندك دلوقتي الاي وان ما لايش حاجة زي ايه يبقى سالب عشرين اي وان اتفقنا بعد كده هيبقى عندك زائد زائد كام زائد مية اي تو بساوي صف من المعدلة دي انا ممكن اعمل ايه اطلع علاقة بين الاي وان والاي تو ازاي يا دكتور ان انا دلوقتي ممكن اقول ان العشرين اي وان بتساوي بتساوي كام بتساوي مية اي تو ومنها منها ممكن اقول بقى يبقى الاي وان بتساوي كام يبقى الاي وان بتساوي خمسة من الاي تو اللي هي مية على عشرين هاخد بقى العلاقة دي خلينا اغير لك القلم بقى عشان ايه عشان الوان ما تخشش في بعضيها انا ماشي لك خطوة خطوة ام رياحة معايا ايه اللي هيجرى بقى دلوقتي خد بقى ده خد المعادلة دي خد المعادلة دي وعوض بيها بقى افقاني معادلة في المعادلة دي يبقى معنا كده اللي هيجرى هتلاقي ان المعادلة كلها بقت مجولة في حاجة واحدة اللي هي يبقى دي المعادلة دي يبقى دي المعادلة دي لما هنيجرى لكتبها بعد التعود بقى اتساوي كام سالب خمسين زائد عشرين والاربعة وعشرين في الاي وان اللي هي بكام بخمسة اي تو بعد كده سالب عشرين اي تو هيساوي صفر ومنها هتجمع الكلام ده كله هتلاقي ان الاي تو طلعلك ايه طلعلك برقم هل ده اللي انت عايزه لا؟ مش ده اللي انا عايزه دا الاي تو عبارة عن ايه دا الاي تو دي دلوقتي بس جزء من الاي تو هتجي اتعود هنا اطلع قيمة مين اطلع منها قيمة الاي قال طلعت قيمة الاي الله يبقى انا دلوقتي ممكن اجيب مين ا ungefähr عوض هنا اطلع قيمة الاي اي طب الاي بي ما هي الاي بي هي يا دكتور مين هي هي الاي تو يبقى كده خلصت طب اجيب الفي اوت ازاي ما انا عندي الفي اوت يا باشا كانت الفي اوت بتساوي كام اهي ما انا كتبقى لك اهين يبقى الفي اوت اللي هي ايه تبقى لك على جنبه ايه 80 اي 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 تو حلوة المسألة وعايزة تمشي ايدك عليها بنفس الطريقة عايزين نحل مسألة المسألة دي بس المسألة دي الراجل مديني حاجة خفيفة صريفة حلوة كده تعال نشوفها تعال نشوف المسألة هو عايز مني اي بس الاول عايز مني كيمة الار كيمة الار دي يا دكتور حلوة اوي عشان اجيب كيمة الار دي يبقى لو قدرت اجيب الفولت والطيار اللي عليها اقدر احلاها طب ما هقولك حاجة ما تريح نفسك وتعال نتكلم في حاجة دكتور انت مديني الفولت اللي على المقاومة دي ما انا بقولك السيركت لما بعضيها انا عارف ان الطرف ده والطرف ده كده دول امبراليل اه يعني ايه امبراليل يعني الفولت اللي على الفرع ده هو هو الفولت اللي على الفرع ده وبراليل ليه نراجع تاني ان انا قلت البدايات مع بعض والنهايات مع بعض يبقى كده وضعية باراليل يبقى معنا كده الفولت اللي على المقاومة دي بنفس الاشارة كده وقيمته كان 120 فولت اتفقنا يبقى انا يا دكتور ممكن اجيب الطيار اللي على المقاومة دي واقدر اجيب الطيار اللي على المقاومة دي هقولك والله يا ابن عدك العيد طب هتيجي تعمل ايه تاني معايا دي طريقة طرق تانية للحل هل نغير القلم كل اللي انا هعمله بقى دلوقتي هتيجي تقول لي يا دكتور طيب يعني انا ممكن اقول ان الطيار اللي معد هنا وليكن اسمه اي الطيار ده بيسوي ايه بيسوي لأي وان اللي هي نازلة في الفرع ده وبيسوي لأي تول اللي هي نازلة في الفرع ده اتفقنا ايه اللي انت هتعمله يبقى كل العملية دلوقتي لو انا عرفت الطيار ده والطيار ده هدرت اعرف الطيار اللي هيعدي هنا في المقاومة ولو عرفت طيار المقاومة اقدر اعرف اللوب دي واقدر اكتب KVL واقدر اجيب دي مش فهمك عشان تفهمني تعالى نكتب معادلة KCL معادلة KCL اللي قالت لك ايه الطيارات الداخلة على النود تسوي الخارجة منها مين اللي خارج منها اللي هو الطيار اللي اسمه I1 والطيار اللي اسمه I2 حلو اكتبها لي بقى كده على جام بقى تيجي تقول لها دكتور بتطبيق KCL فالكيسة اللي قالت لها قالت لها الطيار اللي اسمه I هيسويه ليه I1 زائد I2 اتفقنا طب بعد كده هتعمل ايه بعد كده هجا اقول لك هل نقدر اجيب I1 هتقول لي A ازاي الفولت على المقاومة يديني الطيار يبقى دلوقت I1 هيساوي 120 على 24 اوم وكده يبقى I1 خلص طب I2 قدر اجيبها هتقول لي A برضو ازاي ان I2 بتساوي 120 على 8 واتطلع رقم وكده طلعنا I1 والI2 كده يبقى الطيار I طلع هل ممكن اجيب الفولت بقى اللي على المقاومة دي اقول لك تعالا نعمل لوب ايه لوب لما انا عملت اللوب دي الطيار اللي هنا اللي داخل عليها اللي اسمه I1 ادي مجاب سالب بتاعه تعالا نجمع بقى الفولتات تقول لي تعالا طبق ال-KVL ال-KVL هتساوي ايه هتقول لي ال-KVL اللي بتقول لي ان اول اشارة قابلتني مين السالب يبقى معنا كده ده سالب 200 فولت بعد كده الطيار في المقاومة اللي هو زائد المقاومة اللي انا معرفهاش في الطيار اللي انا ايه عارفه عارفه منين لسه امطلعه هو يبقى معنا كده دي المجهولة اهيه اخليها على جنب بعد كده الاقي مين الاقي عندي الفولت ده اول اشارة قابلتني بكام الموجب والفولت قيمته 120 يبقى اقول زائد 120 بتساوي صفر من المعادلة دي باشا اقدر اقول ايه اقول سالب 200 و120 يديني ايه يديني 80 اخدها على الناحية التانية بتساوي كام 80 بتساوي عارفه طب الاي معروفة يبقى اقدر اطلع من المعادلة دي قيمة مين قيمة الار اتفقنا لو انا عايز احسب بقى الباور سيادتك دلوقتي احنا قلنا لو انا عندي الطيار داخل من ناحية الموجب يبقى الباور اللي على دي هحط له اشارة ايه سالب نرجع بقى للمحاضرة اللي فاتت عشان ايه انا طالب منك في المسألة دي باشا كده احسب الباور على كل عنصر ايه العناصر اللي هتحسب عليها الباور اللي هو فين العناصر بتاعتك المتين فولت يبقى انت عايز الطائرة اللي عليها والطائرة اللي عليها اللي هو مين الاي يعني معنى كده هتيجي تقول لي الباور بتاعي متين في ايه في ايه المحروسة دي عليها باور شوف برضو دينيتها في ايه المحروسة دي عليها باور المحروسة دي عليها باور يبقى انا منتظر منك تحسب لي ده الاسائمينت يبقى بتاعك بتاع المرة الجاية اللي هو تحسب لي الباور على الكلام ده الباور على المتين فولت الباور على الار بعد ما اجيبكم اتها الباور على الاربعة وعشرين قوم الباور على التمانية اوم وساعتها هتبص تلاقي أن الباور بتاع هيساوي مجموع الباور اللي على المقاومات يعني ساعتها لازم الكلام ده تتحقق منه يعني بعد ما هتحل وتطلع للباور اللي على دي لوحده وعلى دي لوحده وهتبدأ تحسب للباور هتلاقي أن الباور اللي طالع من الميتين فولت يساوي كام؟ يساوي الباور بتاع المقاومة R زائد الباور اللي على 24 اوم زائد الباور اللي على 8 اوم لو الكلام ده ما حصلش يبقى فيه غلط عندك وتبدأ ترجع نفسك دكتور فكرني بس بقوانين الباور حاضر قوانين الباور عبارة عن ايه؟ الوحيد ده ينفع ايه ان كان العنصر فده مش هينفع يعني ده هينفع ايه؟ هينفع الفولت السورس ايه؟ فقط لغير لا لكن ممكن ينفع ده وينفع ده وينفع ده لكن القانونين التانين دول ينفعوا ايه؟ ينفعوا المقاومة فقط اللي هو ال I2 في R او ال V2 على R في الحالة دي بقى يا باشا انت كده تقدر تحسب للباور ومسائلك كده تقريبا هتلاقي ان يومك سعيد طيب ده ايه بقى يا دكتور؟ ده ان شاء الله يا باشا ان انا عايز اعمل dependent source وعايز اجيب قيمة الاي نود اجيب الاي نود انا بديه اكتر من مسألة عشان تبدأ تحل معايا اجيب الاي نود ازاي؟ ان انا دلوقتي عايز الطيار ده؟ طب اجيبه ازاي يا دكتور؟ سيادتك يا باشا وانا جاي لو انا جيت اعمل له فايه اللي اعرفه؟ اعرف اجيب قيمة V1 دي فوقعد هيجي يقول لي يبقى V1 يا دكتور هتساوي الطيار اللي اسمه العشرة ميلي امبير في المقاومة الاربعة كيلو اللي هو هيساوي ان انا ممكن كده اجيب الفولت V1 بس هنا دي بندنت source ما انت يا باشا جيبت V1 ياهو يبقى انت ممكن بعد ما حسبت V1 هنا تقدر تعود بها هنا وتقدر تطلع بها الشغل الناحية التاني فالV1 هنا هيساوي لي كده عشر فعشر سالب ثلاثة ما دي سهولة المسائل بقى بس المهم تكون ماشيت ايه فاربعة فيه فعشر قس ثلاثة سيادتك دلوقت العشر والسلاثة مع العشر والسلاثة والسلاثة يبقى ده يساوي لي كام اربعين فولت يبقى ده V1 حل يبقى دلوقت السرس ده بعد بعد حساب السرس ده بيساوي كام انت قلتلي ان الV1 intermittent حسبتها حل يبقى بعد كده المان بتساوي اربعين يبقى معنا كده السرس ده يساوي ايه عشرين فولت بنفس الطريقة اقدر اؤ hoop ما هي العشرين فولت دي ده الفولت اللي ايه؟ اللي جزء منه وقع على المقاومة دي وجزء منه وقع على المقاومة دي بس انت عايز مين؟ انا عايز الطيار اينوت اجيبه ازاي الطيار اينوت؟ يبقى معنا كده ممكن اجيب لوب هنا طب هات اللوب يا باشا؟ هتيجي تقولي يبقى السالب عشرين بعد كده هيبقى هنا الطيار ده موجب سالب؟ موجب سالب والطيار اللي بيعد عليها ده دايرة سيريز يعني معنا كده الطيار اللي هيعد هنا اسمه ايه؟ هو هو الاينوت برضا يا دكتور يبقى هيساوي كهد؟ هتقولي يبقى سالب عشرين زائد اتنين كيلو اللي هي اتنين فعشر وستلاتة في الاينوت زائد ستة كيلو اللي هي ستة فعشر وستلاتة في الاينوت هيساوي لي مين؟ هيساوي صرف معنى كده ان ده سالب عشرين زائد ثمانية وعشر وستلات اينود سوصف ومنها تقدر تطلع مين تطلع قيمة الطيار اينود وهيطلع بالملة ايه امبير اتفقنا يبقى معنا كده هذه الكلام اللي احنا قلناه وكده تقريبا ده يبقى اخر مسألة في الشغل بتاعنا احنا حلينا في الحتة اللي هي ايه بتاعتها وكده يقول لك وتشكرين واقابلكم ان شاء الله المرة الجاية بإذن الله في المحاضرة اللي جاية لازم تكون زكرة المحاضرتين دول وهحاول ابعط لك شيت ان شاء الله تبدأ تحل فيه عشان ايدك تمشي ماشي يا شباب يالله كل سنوات طيبين سنوات عليكم